هنانا قولوا انا الدهون ما تصاعدت الف اف اي ما تشبيهه صاعدت الاسايل كو اي المركب هذا الي اخذناه بالمحاضرات الفاتت اوكي ايج دايسوي دايسوي للاسايل كو اي كاربوكسيليز تثبيض انهبت دايثبطي وبعدي ايج دايصار عندي انا من دايثبطي دايقولي ما لونين كو اي ديغريسيز يعني هس اني الاسايل ثبط لي الاسايل كو اي كاربوكسيليز المالونين اللي هو اصلا هسنا ونا حتش انا قلنا انه المالونين يتكون من الاسايل كو اي ايضا راح يتم تثبيطه المالونين ما لتشبيه ايضا راح يتم شنو تثبيطه اوكي زيان ريليزنج the inhibition of cbti allowing more asyl كو اي توبيتا اوكسيديشن زيان دايقولي هسه انت زادت عندك الدهون الاسايل منع الاسايل كو اي كاربوكسيليز المالونين قل لانه هذا الانزيم من منع راح انزيم ثاني الهمين منع اللي هو من هو cbti من cbti راح ينمنع الاسايل كو اي اللي عندي هذا لا هو داي يتحول مالونايل ولا داي يتحول الى اي شي ولا cbti داي يشتغل لعد شي سويني راح يتعرض الى عملية بيتا اوكسيديشن بنزع اخليها بالي اعيد لكم من الدهون اتقل راح تروح للكبد على شكل غليسيرول من تصعد لا راح تتحول منها ولا منها شك وانزيم يجعلها يتثبق تتعرض العملية واحدة بس شين هي العملية اللي هي بيتا اوكسيديشن اوكي زين تقولي هذي الاحداث انستارفاشن باي دي كريز ان انسولين طبعا هذي الاحداث ترافقها نقص بكمية الانسولين والغلوكاغون الانسولين هو اللي مايعرفه هو عباره عن هرمون يتحكم بمستوى الغلوكوز بالدم اوكي والاشخاص اللي عانون من الدي ام اللي هي الديابيتاس مليتاس السكر عدهم خلل دائما يصير بالانسولين ياما نقص ياما نعدام هاي معلومة لكم اوكي فهنان اش داي يقولي انو انا دائما احنا مريض الدهون او السكر دائما يشكل عنده دهون او بالعكس اوكي فمن تنزلي الدهون اعرف انو السكر دا ينزلوا اياها التراكم والعكس صحيح من تصاعد معناتها السكر ما لتهمين اصاعد البيتا اوكسيديشن فرونف اف اف اي اس كنترول باي سي بي تي داي يقولي انو عملية البيتا اوكسيديشن للدهون الحرره يتم التحكم بها بواسطة منو بواسطة السي بي تي هذا هم الجرون جاهدة يجيكم ام سي كيو اتوقع انت عملية اكسيدة الدهون اللي هي اصلا دصير نتيجة لنقص او عفو نتيجة لزيادة الدهون والانزيمات الباقية جايدة تثبط مثل السي بي تي فهي اكيد هي راح تتحكم لي بعملية البيتا اوكسيديشن لحد هنا احد عنده اي سؤال او استفسار لا تكثر لحدنا اواضح بس واحد من الطالب راجعي الشاشة ما تطلع الشاشة ما تطلع الشاشة شا سوي اي ازان هيدا تطلع يمكم قول لها تطلع من الشاشة موجودة او موجودة قول لها تطلع من الميت ورجع يفوتي قلت لها تب نفس الشي يقولها لها تنتظري التسجيل ما طوله هاي فسه احنا نكمل يعني ينزل بالوحدة بالزايد ان شاء الله يا راح ان شاء الله هسه يقول احنا دي نحكة على الميتو كندرية ويقول لي مرات بالميتو كندرية بعض الدهون لا تتاكسد ولا تتأستر يعني لا تتحول الى اجسام كيتو احنا عرفني ذات اكسدة تتحول الى اجسام كيتونية وذات أسترة تتحول الى دهون ثلاثي هذي خليها قاعدة ببالي دي يقول لي مرات الاسيتايل كوي قاعدة ببالي دي يقول لي الاسيتايل كوي احصل علي من عملية البيتا اكسيديشن الدهون كانت عندي من تتعرض الى البيتا اكسيديشن يعني هذي الدهون اللي هي الFFA من تتعرض الى البيتا اكسيديشن بش راح تتحول راح تتحول الى شنو الى اسيتايل كوي وبعدين وبعدين تدخل عندي بدورة الستريك هاذا حدشي عفا انا هدى حرفين نعيد الدهون تتأكسد تتحول الى اسيتايل والاسيتايل يدخل الى دورة الستريك عملية الكيتو جينيسيز هي عملية تكوين اجسام كيتونية هاي شو دي عيد الحشي احسه نيقول لي ارتفاع نسبة الدهون احيانا نتيجة الارتفاع نسبة الدهون راح تتحول الى اجسام كيتونية وبعدين هم تدخل بدورة الستريك هذا ما بيفتشي صراحة نيقول لي هنا احيانا تنتج عندي طاقة الاتبي هاذي طاقة الاتبي هذه نتيجة لأكسد الاكسدة FFA نتيجة لهذه اكسدة الدهون راح تنتج عندي طاق يعني ا عاني دهون دا حولها من شكل الى اخر فهذا بالطمية الحال اكيد انو ا عاني راح تنتج شنو عندي راح تنتج عندي طاق و ده كلي ان انو ا عاني نتيجة لأكسدة جزئة واحدة من الدهون راح تنتج حواليvet dur 106 مول من الطاقة اوكi وهاذي بعدينせて دخل بدورات الستريك بينما ديقولي مركب الاسيتو الأسيتو اسيت ينتج لي تقريبا 200 مول من الطاقة فاح أعيد لكم هاي ملاحظة حلوة أنه نتيجة لأكسدة 1 بالميتيت ينتج لي 106 resources نتيجة الأكسدة"... الاسيتو اسيتيت... ينتج لي 26 مول لكن الناتج النهائي الناتج النهائي... 21 مول فهيسا... ال بالميتيت 106 الاسيتو اسيتيت 26 وعشرين لكن الناتج النهائي مو ستة وعشرين للأسيت والأسيتيت راح يكون واحد وعشرين زين هذا ما بيفتشي صراحة يعني هذا الاسلاد تقريبا كله في الاسلاد عادة انا ما افضل تقولوا لانه ما بيفتشي اهنا نشوفوا هاي يعيدو لكم الترايجليسيرول دهون الثلاثية الى تحللت راح ترجع مرتل اخ دهون حرة والدهون الحرة اذا تسترت راح تطيني شنو؟ ترايجليسيرول زين ده يقولي انه دهون الثلاثية اذا تحللت دهون الحرة هذي دهون الحرة راح تنتقل عن طريق الذهم تروح الى الكبد بالكبد راح تتحرض الى عملية بيتا اوكسيديشن وراح تحول للأسايل كو اي الى أسيتايل وبعد ما تحول الى أسيتايل كو اي عن طريق عملية الكيتوجينسيس راح تنتج لأجسام الكيتون والأسيتايل كو اي عنده خط ثاني اللي هو يدخل الى دورة الستريك اوكي والأسايل كو اي عنده خط ثالث هستولحت شيء عني انه هو يتحول الى أسايل لغليسيرول اذا كان بكميات قليلة وراها يروح على شكل VLDL هذا مختصر للملزمة كلها يعني انت من تقرى الملزمة تعال فقط راجع هذا المختصر راح يكون جدا كافي مزيد اجتي يقولي هنانا الفلكن ستريشن اف اقزالو اسيتيات هست عندي اذا المركب الاقزالو اسيتيات كان بكامل تركيزه اوكي اه خصوصا بالميتو كونديرية هذا راح يكون عنده القابلية على انه هو همي انه يرتبط بدورة الستريك شي سوي بدورة الستريك هستونا اخذنا بعودي هنانا قلني الاسايل او العفو اي هذا الاسيتيال كوي راح يدخل الى دورة الستريك هاد ش راح يسوي راح يجي الاقزالو اسيتيات راح يعدل على قابلية الاسيتيال كوي اوكي راح يجي يعدل علي اشاء غلاء يعني مثلا الاسيتيال ما يشتغل بشكل عدل اهنانا هو راح يحدل او طبعا هذا مخطط همي انا راح تشوفو انه هو مستوفي الملزمة صراحة هديش الملزمة و هاي الملزمة انه شوفو هنانا شو نعتكم انه الكلوكوز دي يتحول الى اسيتيال والاسيتيال يدخل الى دورة الستريك او عند خلط ثاني انه هو يتحول الى مالونايل اوكي احنا هسا نركز فكرة دورة الستريك بكل بساطة الاسيتيال دخل عندي دورة الستريك اللي راح يعدل منه عليه الاقزالو اسيتيات نزيل اه تيقول لي انه هادي العملية تزيد بسبب وجود ناد الاتش والناد اه وايضا هادي العملية ممكن تزيد بسبب زيادة البيتا اوكسيديشن ليش بسبب زيادة البيتا اوكسيديشن زين ولذلك من تزيد عندي نسبة الاسيتيال راح تزيد بياها نسبة الكلوكوجينيسز اللي هي عملية تصنيع الكلوكوز من مصادر غير الشنو غير الكاربوهيدرات فهس انتو ايتش تخيلوها بياها غمضا انا كنت تخيلها وياها زادت عندي البيتا اوكسيديشن راح يزيد تحويل الاسيال الى اسيتيال وتزيد دورة الستريك وكذلك شنو هم راح تصير عندي زيادة بعملية تصنيع الكلوكوز زين اذا انخفضت نسبة الكلوكوز بالدم اش راح يصير اكتيفيشن اوف بايروفيت كاربوكسيليز وечكاتلائز كونفرجن بايرووفيت اوكسيليست اذا انخفضت عندي نسبة الكلوكوز بالدم اوكي اش راح يسوي هذا راح يحفز تحويل البايروفيتا الى اوكسيليستيات اذا تتذكرون بالاماينة oasis مينو كاني كومي لي الاوكسيليستيات حامض البايروفيتا انا ليش باللشتيت بالاماينو لأن هم محرفين الموضوع ده يمشي بالعكس فأنا أرجع للمعلومة مهم هسه هو ربط لك معلومتين سواء المعلومة اللي اتأخذتها سابقا بعملية تصنيع الأمينو أسيت أنه البيروفيت يتحول إلى أكزالو أسيتيت هنا أنا أضاف لك عليها معلومة قلت من اللي دي حفز هذا التفاعل انخفاض البلوكوز بالدي دي يحفز تكوين البيروفيت إلى أكزالو أسيتيت من اللي دي يساعد هاي العملية أيضا بالإضافة إلى انخفاض البلوكوز اللي هو الأسيتالكوي وركب الأسيتالكوي أوكي فانخفاض البلوكوز دي يساعد على تحويل البيروفيت إلى أكزالو أسيتيت وبمساعدة الأسيتالكوي زي بحالة الجوع بحالة الستارباشن وبحالة السكر الآن تريد الديابيتز يعني السكر الغير معالج أجسام الكيتون أمبر بروديوسيس كوزيس كيتوسيس دي يقول لي هنا في حالة إذا الشخص عانى من مجاعة وعانى من السكر إذا أنتجت كمية كيتونات أجسام كيتونية عالية راح تسوي كيتوسيس والكيتوسيس عرفنا أنه هي إلها مضرار وتأثر حتى على الجهاز العصبي وتأتي إلى وفاة هذا الملخص اللي تشوفو هنا ملخص للميزنتين فمثل ما هاي واعيد وكرر أنت أقرأ الملازم وأرجع على هاي الملخصات لأن احتمال حتى أسئلكم ما تجي من هاي الملخصات دهون تحولا إلى أسايل شوفو أنت تتحولها كلها بالكبت الأسايل تحول إلى أسيتايل أركي تحول هنا إلى أسيتايل الأسيتايل تحول إلى مالونايل زي بواسطة ياء انزيم الأسيتايل كاربوكسيليز هذا منه يأثر عليه الكلوكاغون الملونايل تحول إلى شنو إلى بالميتيت وال بالميتيت هاي أخذنا معلومة قد ينتج طاخل ينتج عندي 16 موض من الاتي بي زي الأسايل الأخذ الثاني هي دورة الكرياتينين وههم راح يتحول إلى أسايل وبعدين يصنعني أجسام الكيتون وإذا تعرض عملية بيتا أكسيديشن راح يدخل بدورة الستريك وهذا كان كل شيء خاص المحاضرة أحد عنده سؤال أو استفسار يتحول إلى شنو يتحول إلى شنو يتحول إلى شنو ترجمة نانسي قنقر